لما نحب نحسب قيم الالفا والبيتا التي احنا تقفنا الار اللي هي اكبر من واحد بتسوي ايه ام في ال على ام داش في كام في ال شورت طيب احسب منها قيمة الالفا والبيتا ازاي والله عندنا حالتين لو لايف لود لحد خمسة خمسة كيلين نيتون برميتر سكوير ساعتها بنستخدم المعادلة العامة اللي هي بنسميها طريقة الكودوف براكتس بتاعنا طيب القوانين بتاعتها ايه ان الالفا بتسوي كام بتسوي عندنا بوينت فايف في الار ناقص بوينت فايف والبيتا بتسوي كام بوينت سري فايف على ار سكوير انهي ار الار الاكبر من واحد يعني اخذ بالك الار لو احنا كنا حسبناها من هنا لانها قال من واحد احنا هنقلبها قيمة الار اللي هتتحط هنا دايما اللي هي قيمة الاكبر من كام من واحد طيب هنا اخذ بالك في طريقة الكودوف براكتس لما تيجي تفكر كده تعال انا حسب مش احنا قلنا الار الالفا بتساوي 0.5 الار نقص 0.15 والبيتا 0.35 على ار سكوير لو انت حسبت قيمة الار وحسبت الالفا والبيتا وجيت جماعت قيمة الالفا زائد البيتا كان المفروض المنطقي انه يطلعوا بواحد لان دي نسب توزيع اللوت اللوت جزء منه هتوزع هنا جزء هتوزع هنا لكن بصراحة اللي بيحصل لو جمعتهم هتلاقيهم في حدود 0.7 وكلمة في حدود دي ليه لان هي مش شرط 0.7 بزبط سعب تطلع 0.68 مثلا 0.72 رون فيجر كام 0.7 طيب حتى تعالى اثبت لك الكلام ده يعني مثلا لو الار مثلا حسبناها طلع بواحد يبقى مفروض وانا بحسب الالفا هتبقى 0.5 في كام هنا في واحد نقص 0.25 اللي هي تبقى بكام يعني 0.35 طيب وديها تبقى 0.35 على كام على 1 سكوير هتطلع برضو 0.35 اللي هو مجموحهم في حدود كام 0.7 طب هو ده معناه ايه ما هو احنا كان المنطقي ان اللود لما يتحط يتوزع بنسبة تفنى ألفا وبيتيا يبقى مجموحهم بواحد عشان تفنى اللود كل يوصل ايه للكاميرات والاعمدة طب هو ده كده معناه ان 70% من اللود بيوصلوا لكاميرات والاعمدة و30% من اللود مثلا بيبخروا اكيد لا هو في الاخر 100% من اللود حتوصل للاعمدة لكن ده معناه خبّالك ان 70% من اللودز هيوصلوا للكاميرات عن طريق البلاطة عن طريق ان البلاطة هتتني ماشي اخو بالك احنا وردي يحطيني التسليح ده مين لي عشان يقامل بالن اماما بتاع البلاطة. اوكي طيب وتلاتين فيمية تانين دول هيوصلوا ازاي للاعمدة? في كزا حاجة. اشهره مسلا في عندنا حاجة اسمها كورنر افكت. كورنر افكت عم اقصوب بها ايه? فكر كده هو انت في بلاطة زي دي. فين انشف حتة في البلاطة? طب نص البلاطة ولا عند الكاميرا? اكيد عند الكاميرا. طب عند الكاميرا هنا ولا في الكورنر? اكيد في الكورنر. لان لما تجي تفكر كده انت عندك المنطقة دي استحالة هتكون ايه? هتنزل مع صحة بتاعها هيبقى تقريبا بزيرو. يعني بمعنى صحيح تعتبر انشف حتة في البلاطة. اكتر حتة للسيفنز بتاعتها عالية. يبقى شيء منطقي دلوقتي ان لما لود يتحط مبدئيا جزء من اللود بدل ما اتفانى عن البلاطة التاني هيمشي يروح ناحية مين? لحتة للسيفنز بتاعتها عالية اللي هي تفانى ناحية الاركان. في حدود قد ايه? في حدود عشر خمساشر في المائة. مش مهم الرنج. مهم تفانى يبقى فيه جزء من اللود هيروح داريكت على الايه? على الاركان ومنه على الاعمدة من غير ما البلاطة التانية. اوكي? طب في عندنا حاجة تانية برضو. ايه هي? المفروض البلاطة لما بيتحط لها بيتحط عليها اللود ويحصل لها ويبتدي هنا خب بالك يحصل في ايه عندنا? بالنجمة البلاطة هنا التانية. لكن فكر كده لو حصل شوية طورشن صغيرين للكاميرا. الكاميرا نفسها لفت شوية. لو الكاميرا لفت شوية ايه اللي هيحصل? ساعتها بتاع البلاطة يقل شوية. يعني خب بالك هيفضل هو هو لكن نفسها ايه هيقل. طيب حاجة تالتة ودي مش موجودة في بلاطات كتير. حاجة ما تسميه عندنا ارش اكشن. ارش اكشن ده بيبقى في البلاطات اللي تخانيتها كبيرة شوية. انا خب بالك فيه ممكن جزء من اللود يروح داريكت على الكاميرات عن طريق تفانة ايه? ان اللود يمشي على شكل ارش من غير ما يتني البلاطة. بس اخو بالك بقى موجود في البلاطات التخينة بس يعني مش مهم او كده. انا اللي همني دلوقتي ان تفانة مجموع الالفا والبيتا في حدود كام? يعني في حدود سبعين في المية من اللودز قلنا هيروحوا ايه? للكاميرات عن طريق ان البلاطة هتتني عن طريق البلاطة. التلاتين في المية من اللودز الثانيين زي ما قلنا هيروحهم طريق كزا حاجة يوصلوا داريكت للاعمدة اللي هما